هاه السلام عليكم ورجعنا لكم في حلقة جديدة من انطباعات Game of Thrones شجاك يا الخوي جميل عبارة جميل عبارة السلام عليكم ورجعنا لكم في حلقة جديدة من انطباعات شينجي كينو كيوجين صاح عودا جميلا والعود أحمد ولذلك خلونا نبدأ طبعا أول شيء لازم أثني عليه أخيرا غيور مقدمة إلى مقدمة تليق بجيم أوه تبي جاد سوري ما أدري أولا سيسير أوه جاد قاقيم ذروه وأخيرا غيور مقدمة إلى مقدمة تليق بأتاك أون تايتن شينجي كينو كيوجن نا Melissa ما عد خبرنا مرجعوا نفس المغني السابق و الله شوفوا أنا الموضوع لا يحتمل إلا شئين الشئ الأول أنه الاستديو القديم من البداية فعلت النص الأول البارد بأسلوب والنص الثاني الحامي بأسلوب وقسامهم الشئ الثاني وشن هو يكون؟ أنه يكون بعدما وقفوا عن العمل على الجزء الأول صار عندهم مقدة وشتغل رسمين أفضل جابوا ناس أفضل للرسم هذا طرح أنا أمير لهذا شئ أكثر من الثاني فلهذا السبب أشوف أن التوقف كان في محلة وكان رائع وأعجاب نتائج أسطورية صراحة لا أنا أعميل للشق الأول لأن السيديو كان مراهن لا أعتقد صراح أن فتتت 6 شهور هذه أو 7 شهور كافية لصنع إبداع زي كذا ولو الله بحقد على السيديوهات اللي توقف سنتين وثلاثة بقول أن أحتاج وقت فأنا أعتقد أن الشق الأول لكن لا يهم بداية الحلقة كانت بالذكريات المهمة لعشان تذكرش الفكرة بداية الحلقة رائعة يعني ما يحتاج من أي قناة على اليوتيوب أنها تسوي لك ملخص لأن في البداية يعطاك ملخص التاك عن تايتن تقريبا يعني يلخص لك أهم 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 شيء إنه فقدنا جدار ماريا وأخيرا عدنا البشر يوم هزمنا العملاق يعني حقا للانتصار الأول وحي نجي الدور لنحنا نستعيد جدار ماريا هل نستطيع إذا قدرنا معناة البشر عاد لهم الأمل وإنتي شوائك في الفلاش باكي اللي جا هل تشوفها في محلة ولا لا لا أنا شوفها في محل خصوصا يعني للناس اللي قاطعين من زمان واللي ما تابع من زمان اللي توام تابع بيقول لك لا ما لا داعي بس اللي من زمان ما شاف بيشوفها شي جميل جدا وكلمة أرمن يعني بالذات إنه يعني صراحة حتى ذكرني أنا شخصيا يوم قال إنه يعني بعد ما شافوا نقطة أمل إنه شخص قال يقتل عمالقة هذا شيء يعطي إنا أمل كبير إنه نحن نعيش وهل نحن نقدر نعيش أساسا وأيضا إعادة لصورة إيرن اللي انهزت في الموسم اللي فاته من قبل رينا إيلين الموسم اللي فاته وهو ناسي حلمه الأساسي إنه يقضي على جميع العمالقة هنا آمن يقول لك في فداية كان فيه شخص حلمه إنه يمحيهم فكأنه يلمح لك إنه تبتغير شخصية إيرن للمرة الثالثة يعني المرة الأولى حاقد المرة الثانية متردد إيلين الموسم اللي فاته المرة هذا يعني تشوفونا حاقد من جديد معنا فيه فتيل بيولع يرجع الشخصية الحاقدة اللي أقسمت إنها تمحيهم ففي كثير بيقولك في وقت المسلسل ما عدل إلى يومين أو ثلاثة أيام توق خايف الشيء قلب حاقد إنه هذا هو أساس الإيرن كان حاقد ويبي يمحيهم وهنا عجبني الموسم هذا إنه بدأ على طول في الغابة ما مهد ولا قومه نطلع جهز الخيول جهز الذخيرة وما أدري إيش خاصتنا فيه شخص كان متوقع إنه نتم ست حلقات على ملاد خبر الحماس أنا مجgetتا، أنا ق fps أقولت من الحلقة الأولى فقط ل walks وهذا اللي قلت لك هي وفعلا هذه علمو جاءً من قتل من الgradconsens sure بالاستوديو في المانجة في المانجة أخذوا وقت حلما تأخذ الس orbit من وقتها عندما ادخلو الغابة وشيارخها وشير الخطة وشراавهم المانجة وشيارهم هنا مروا عليها مرور الكرام على سيوى تدخلوا لك في الحماس من الحلقة الأولى من الموسم لأن ما عندهما كنت صراحة أن أهني الأستوديو على هذا القرار لأنها تقتل حماس أنا كنت خايف كنت أحايته كنت أقول لك وقال يقول لهم من الحلقة الأولى وقال له له لا مو من الحلقة الأولى صراحة واعتبره حرق علي منا أصف صراحة والأستوديو فجر واجه واجه بك من الحلقة الأولى قال لي الحماس ما حيبدأ من الحلقة الأولى كنت هذه أعتباهها حولك طيب فاهيم مشهد الغابة شل هيك تجلبها تنتظرها كيف لا شوفه هو مو بس مشهد الغابة يعني احنا في النا李قرح تعبنا من الكلام تعبنا من الهادرة تعبنا من اللحاق والخرابط هي كلها انا محتاج عندي شغف ابقي اشوف كتل ابقي اشوف بالعواقع叫 to بالعواقع叫 to Just had to ابقي اشوف هاد الشيء جتل في الغابة كانوا يتكلمون اهم حاجة في الغابة يمكن ولكن ايرن رجعت لمشاعر زي ما قلت لي محمد الحقد والكراهية وذي الشغلات اللي يعني خلاص والخوف راح على جنب عند ايرن خلاص قاضى عليه اللي هو ارم طبعاً وبالمشهد اللي جابوه قال انت جيك حيان لحظات عند الشخص لما يكون عليه عبء كبير جداً انه ايش يقول اوكي كل ذا الناس قاعدة تتعول عليه كل هالناس قاعدة تؤمن فيني لو انا غلطت غلطة واحدة ولا زي كده ممكن ينتهي كل شي ف لما يجيك واحدة كده مو بيسطر كاف يعني صحيك فهي هذا اللي سوى فعلاً ارمان صراحة يعني اول شيء الكتاب اللي يتذكره ايرن وراياه ارمان وقال له هون اللي زع فيني الحلم يعني انت الاساس ومش انا الاساس اللي زعت فيكم الامل انت الاساس برضو قاعد يرجعك للبداية انت الاساس وكان الصور اللي في الكتاب عبارة عن ورقة نار بحر وجبل الكتاب مقلوبة زلو تشوفونها ورقة نار بحر جبل العناصر الاربع للطبيعة الارض الماء النار وخضاء او الشجر هل هي مجرد رمزية يعني ان العالم الخارجي مو بس اسوار العالم مكون من عناصر ام ان احنا رح ندخل في مجال العناصر والتحكم فيها وان كل شخص عنصرها الخاص وان صاحب الكتاب قاعد يشرح امور اكبر من مفاهيم الموجودين فهذا الشيء اللي يريدنا نركز عليه وليش تركيزه من الكتاب يكون معكوف بحيث انك ما تتوضح الصور ما يتعمدون في هاتا كنت ريت ان يكون الكتاب معكوف او معكوس بعد انك ما تشوف شكل الصور الا لان فعلا لها دلالة قوية قدام ما فلنك ما تفهمش اللي قاعد تشوفها بس ده علاقة بالقصة لازم نوريك اياه الحين ارمن كان خايف في الغابة انا ما لقيت اي تفسير اللي يخوفها في الغابة لانه صواحي يعني انت بخايف من العمالقة انت وجهت العمالقة ونفسه يتساءل شيء انت مو بخايف من العمالقة مو بخايف من المواجهة اش خايف منا الخوف والفشل الخوف من الفشل انك تفشل في المهمة وانك تجيب الطعنة قد فشلك وارمن جواجه نفس الخوف يوم قدام في الحلقة صار على السور نفس الشي واجه نفس الخوف يوم اوكلت للمهمة فهو يعني ارمن جات مهمة بسيطة بس يلقى العدو ايرن على ظهر الحمل الاكبر في المهمة ذي كلها سد الجدار واعادة جدار ماريا وامل البشرية كل ان يعود فهذا الشي هو سبب الخوف ولكن كان فيه سبب ثاني الخوف انه كان يمشون في مكان مظلم جدا 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 الى درة انه يوم طاح النور من يد واحد وجه على عملاق تو انتبه انه جنب عملاق يعني لو العملاق صاحي كان اوه فيه نقطتين نقطة يعني كان ممكن لو جابين شرح بسيط قبل بلايت مهمة يعني لها شي قوي وبتعرفوا قدام ايرن يقول للميكاسا اسر اني خليتك انت اللي تهتمين بحصاني قاتل لاتشي الهم فليش يعني مباضين لا يمسك حتى الحصان ومعطيهم ميكاسا يعني وليت المس شي انا شوف من وجهة ناظر الشخصية توقعي فقط ليس الا انه يعني يبون يحفظون على طاقة ايرن بكل مؤيته من قوة عشان انه بيستخدم لسد الجدار فممكن لو جهة بسيط هذا يزيد عياء ايرن لما يجيون وقت يحتاجونه ويمكن يقول ان يتحول العملاق لا يستطيع التحول العملاق لانه يحتاجون ان يتحول اكثر مرة اساسا وممكن عشان اللي يعرفون ان هذا حصان ايرن يهجمونه في الغابة يعني كانوا متوقعين هجوم في الغابة اهم ايضا اعتقل ولهذا السبب يوم قال كوني ايرن عصب علي جان وقال له ليش تقول اسمي قبله؟ اه انا ااسف ااسف اي اقول حتى اسم احسيا احسيا اكثر احسيا قد يكون هذا هو السبب . اذا قم ي recovery من يتحرك بأقل قادم الضوء ؟ لكنهم يغلقون فعلا من م BJOY في ليلة خرمس younger than me وعدوا العملاك انا ارى من وجهة نظري sometimes انه هو مراقوب وقدومين اما عن طريق العملي كذيه لان Cheese اكيد ان Е morgen من sue saying he is again ولا يتحرك. مهما شاف لا تتحرك. وهذا شيء جاء لما جمع القلعة قال حق واحد أنا قلت لك لا تتحرك. اسمع الكلام. وخاف ذاك رجع. طبعا وصلوا الشيغانشي. وقبل أن يصلوا الشيغانشي ومروا على النهر. وجاءت ذكريات حلوة حق إيرن بردور. ومكسوا وقالت هذا المكان. وتوضحت لنا كثير من الأمور كيف كانت ترتيب الشيغانشي. أنا طبعا نضيع في الجغرافية في كل مكان. في هذه الحلقة توضحت لنا كثير. ويوم وصلت وزي ما تقولت الصادمة على وجه إيرن برضو مشاعر إيرن رجعت كلها. وصراحة يعني كانوا خايفين كلهم. وأنا كنت أكثر واحد من الخوف. الثاني يا محمد يعني كذا قاعد على عصابك تعالى. اش بيصير؟ متل بيتحرك ده. أيوة المنطقة اللي كان يجمعون فيها هذه هي أول مشهد في الحلقة الأولى لذكرتها ميكاسا وهو أول مكان اللي ينام في إيرن وشاف مستقبل الأحداث هذي كلها. كان هالمكان. ولما قالت ميكاسا هنا إيرن كان فجعتها بالمكان أكثر من غيرها. بس أنهم وصلوا شيئين شيئا ووصلوا إلى السور وهنا قالوا كلكم غطوا وسكم بالعباءة لحد يدي وين إيرن وانطلقوا لتنفيذ المهمة. ويبدأ الحماس على طول إيرن قفز قفز فوق فوق هام السحب يا إيرن. ولو على الشعل الخضراء فوق 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 هام السحب. وينزل مذن الراعد. وينزل الراعد ويسد البوابة. يعني هذي أعتقدنا لو كانت في الماغة بتخلص هذا الشابتر كامل. ونزع سد البوابة هذا الشابتر كامل. صراحة يعني كده عدت وهذا اللي هي أثار الشك منهم. أرمن إنه ليش ما حد هجم. شون سمح لنا نسكر البوابة بكل ذا سهولة. في الموضوع عنه طبعا أرمن من أول ما رقع السور لاحظ أثر النار على الجدار. قال ليش في نار هنا ليش في سواد اللي مكان من الفحم اشتعان. بقايا أثر النار. صد جنا ما في حرارة ما في شيء ومرمي كل شيء مرمي على برا. مبعا حتى على الداخل بس شك. فعلى طول راح يستكشف المكان. وأول ما هم خلصوا منهم مطلقه السام الأخضر. الرقع أرمن على طول عند إرون سميث. وعطاها التقرير كامل قال له. قال له أنا شفت ثلاث قدر طبعا وكان بارد جدا. وكان في ثلاث أكواب وكان يشربون شراب حلو. مدلوش ما معه. قربن الشاي وطعمه حلو. وقال يعني إحنا كنا نتوقع إنا بس بيكون بارتلوت. ويا رينر وحين اكتشفنا إنه لأ هم في ثلاث أشخاص. والصدمة إنه قال يعني هنا قام يحلل إرون برضه. وقال ثلاثة وبارد معنات أنه مفروض. مفروض إنه كانوا فوق الجدار إحنا فوق الجدار ويراقبونا. ومفروض إحنا خلال دقيقتين وصلنا من حيث نتابعوا لنا. فكيف بدأ أمداه يبرد هذا القدر؟ يعني معناها قبل خمس دقائق. وهذا الشيء راح نحن نسعر وحنا نتكلم. المشروب الحلو القريب من الشاي وهو واحد من اثنين. أما مشروب خاص هو اللي عطى رينر القدر إنه يصد ضربة ليفاي. وهو اللي عطى رينر القدر إنه بها السرعة بعد ما فقع وجهه العملاق القرد. في الحلقة اللي فاته داسها دوس في الأرض نتفى إنه يرجع بقوته هذي. يعني كأنه معطيه ريد بول حق التاكن تايتن. أو إن المشروب هذا هو مثل ما شاف رينر العلبة الأكل الغريبة اللي قارتها هنجي. وقال كيف عرفتي تقرين اللغة هذي. يعني هذا شيء مأخود من قارة أخرى. هذا أيضا مشروب جايبة معه العملاق القرد من قارة أخرى. عشان يعني يتغذون بها يشربون بها. مثل ما يعني. يعني هذا يمشون على شاي وبيع ذلك عندهم شاي. زي كده يعني. تعدي بس محاول ما يقصد هنجي يقصد ذيك العلاق. موش قلت أنا هنجي موش هنجي. يومير قاعد أقول هنجي حتى في النطبعة قلت هنجي. ترى أقصد يومير. يومير ما شفناها. يومير مشابهة تقرى أكل. وفي اللغة الغريبة قالت منين عرفتي هالأكل ومنين عرفتي هاللغة. وهنا بدأ الشك ما بينهم. فأعتقد أن المشروب هذا نرس الأكل أو اللي شوفوه في القلعة. المهجورة موجود أيضا في شي قانشية. مأد بيبين قدام. فهنا قال حق آرمن تحارك. إن دائما تنقذنا بأفكارك. شف لنا حل. هنا آرمن كان نمسكه. صب علي ما يبارد. مو ما يبارد. يعني هو كان كذا. وفغصه. بالثقل. يعني أطاع لك أهله ثقل أول مرة. شوف أنا عرف شور آرمن طبعا صار لي مع محمد من قبل مرة. كنت قاعد أتكلمة وقاعد أهدي على موضوع حاجة كذا يعني. أم أنت أوكي تس أوكي والأمور طائبة وكذا. فجأة محمد فجعني قال. ترا كنت معي في الموضوع قلت هالأيضا. فكذا زي ما تقول. وات. مش كلا. أنا ارتبقت. قلت يا. لا. ما كنت بخاء. أنا أقدر هديك سهل جدا. لأنني أنا مم موجود معك في الصورة. بس لما كنت أنا موجود معك في القلب الحادث. وهذا شيء على العاتقي. وانت قاعد تقول لي. طرع بقط عليك هذا شيء. بقط عليك اعتمد عليك اعتماد كامل أنت. طبعا بس من باب التوضيح. ما قط عني عبات. قط عني لأنه قال. أنت قطت من قبل أكثر من مرة. مرة نعم. فآرمن يعني ذكي. مؤمن. مؤمن. وانوان مؤمن في قدرات آرمن. فيعرف إنه حتى لو كان تحت الضغط. يقدر يطلع بخط يقدر يستنتج. اعتذر. يلا بسوح بسوح. اعتذر 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 انا ما انكر سأتاس انت ارمن باقي اعتذر المنسب الي طاف اعتذر على الارون ارمن اعتبه فان انا اول شي ما قللت من ارمن ابدا ويستحق ارمن صراحة للثقة هذه كلها وما انكرها ابدا ابدا ولا كنت انكرها من قابل ولا انكرها بعد اليوم خلاص يعني يستحقها بقوة ممتاز سؤال بس يومير هي رجعت في الناس لا يومير معهم ومختفية واعتقدنا لها دور خشينا لها بالذات سيكون هالدور تعطيل حماية ارن عند البوابة الثانية لانهم يعتمدون على فرقة المعدات وهذا العملاق القرد في الجزء الثاني ممسك المعدات قال كده انتم كنتوا تجننوننا بهذه القطعة منون يقدر يتعامل معهم ويصد معدات المناورة غير واحدة يعني ايه وهي مش متحاولة تقدر تناورهم بمناورة ممتازة واذا تحولت فهي مش ضخمة جدا فبتقدر بسرعة تتسحب الحبال وتبهدلهم فهي مخبئة هناك هذه وجهة نظرها مخبئة هناك عند منطقة الحسم الأعظم هي اللي راح يكون موجودة يمر طبعا ارمن تحرك فكر 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 وبعدين بعد ضغط رهيب على أعصابه وفكرة قال لازم نفكر خارج الصندوق الصندوق ففكر خارج الصندوق وذكر وجه العملاق داخل الجدار لما هدأوا فكروا خارج الصندوق وهذا او حالة فكره جديدة انه اكيد اكيد يعني وين المكان الافضل والمناسب لرينر انه يقدر يشوف المكان كامل ويقدر يهجم على ارن لما يجي يسد الجدار يعني يكون قريب من ارن ويقدر يهجم عليه وياخذه مثلا زي ما صار في الموسم السابق وقبل الموسمين عفوا اليوم انه مهجموا علي فوق الجدار كان جام بوخه خذ على طول فاكيد ان رينر بيختار موقع ولكيشن قريب من المكان اللي بيجيها الى ارن وين المكان اللي لازم يجي الى ارن خلنا القطع اللي برا ترى القطع اللي برا يمكن بالنسبة له شي مو بمهم اهم شي ذي لانت سكرت هذه انت سكرت اللي برا فاهمو جلس عند الجدار الداخلي للموارية نفسه اكيد ما داخل الجدار موارية نفسه مش داخل الجدار شغانشية هو قاعد هنا عشان يقدر يشوف شغانشية كاملة وبس انت تعديني بس ندخل شغانشية انا خلاص وراك واقدر ارقبك بالكامل ولجيد عند الباب تسكره اطب عليك فتفكير عبقري من ارن قدر يكشف فعلا خطة رينر مقاطعة ليست خطة رينر هذه خطة العملاقة القردية العملاقة القد كان جاي لابس لبس عسكري واضح انه مخطط عسكري كل شي واضح انه دراساته رينر فقط السيطرة على نفسك ثمما ما بهده لهم اكثمما ما عنده التفكير وهذا فانا ارى ان العملاق القرد هو صاحب الخطة وهو اللي قال نستنهم هنا وكانوا يستنهم اساسا ارن للمرة الثانية يستخدم قوتها عشان خلاص نهار قوة عشان يصير ما في قدرة اللي ارن يتحول عملاق ايضا برضو يقدر يدافع يعني لو ان يكونوا كلهم صغار اسهل بالنسبة لهم تعامل معهم لما يصير في عملاق معهم في صفهم فبرضو اتوقع هذا اللي كان استناه ارن وهذا اللي قال ارن سميث قال لو ما سدينا احنا اجدار كان هو بيسده اوه يبينا المكان هذا يا مقبراتنا يا مقبراتهم يعني اول مضار العملاق القرد وشاف ان ارن ما سد الفتحة الثانية ارن ما صخرة سدها اوهو انا ابيها مقبرة سدوها انت واسدها انا ما يهمني المهم انها تنسد الفتحتين وهنا يا ينجو العمالقة يا ينجو البحر البشر وهنا تنتهي الحكاية طبعا صراحة انا احد اهم الحاجات الحلوة انها بقبرة ما انتها تلحق اقصد تدير حكاية مخططة ايه طيب انتوا ما كنتينكم فهمتون يقولون هاي تلحق ايه تلحق بلقطة مهمة جدا يوم بدل الناس يشككون في قرار ارن ارن اسميث كان في البداية رفض يوقف العملية يعني رفض ان يوقف تقدم ارن للجدار بس يوم خلاص شاف ارن اكتشاف وشاف الناس مشككين في امرق قال لا 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 رفع يده على طوله طلق بنفسه اشار الحمراء دليل القيادة الحازمة عنده صراحة ايه وبرضه ذكاء قيادي خلاص ووقف العملية ايه لان هذا وضع من اقتراح ارن ايه قال الاولوية لاجاد العدو خلاص ووقف العملية والاولويات نحين نلقى العدو هنا فيه قبل لا يجي ارن ويستخدم ماذا فهذا قرار صراحة ان يعني قوي جدا ورهيب جدا عازم جدا عندك ارمن يعني يوم جاء قالوا له شو الدليل عندك انهم موجودين في الجدار حدس وكل بساطة هذا الشي طبعا يعني موجود عند بعض الناس مشكلة الناس يسعى عندهم حدس قوي جدا لدرجة انه ممكن يلاحظ يعني يقول لك انا ما في شيء يعني لو نتفكر في رأسي بيقول لك ما في شيء ممكن يحيلي يعني برسمة ولا يثبت هذا الشيء لكن حدس يقول لي انه هذا الشيء هو اللي موجود فصراحة جد جد ارمن يستحقها يستحق لها الحلقة التخطيط الثقة القيادية هي اهم شيء الثقة القيادية في ارون سميث كانت مهمة جدا وقالهم ذكرهم عهدتوا تسمعون الكلام ولما قلت لكم سمعوا كلام ارمن يعني سمعوا كلام ارمن وبدأ التحال لكن الشخص اللي كان قاعد يقول حق ارون انت علي اساس تثق فيه قال الناس اللي احنا العظم بعدين نروح الارمن وقال لا انت بضيعنا على مجرد حدث وبعدين جاه يعني مصد ضربات الحلقة انه بسميه وجاه رينا وطعنه من هذا ذكني فيك واحد عجل تكملت عجل تكملت عجل من البداية جايبين ايام شي يسأل ويسأل دائما دائما الملقوف اللي يسأل ويصنع النفس هيبة يطلع في الخير هو الهطك ولازم يموت في البداية من البداية هو يسأل في ارون سميث يسأل 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 يقول من هو من هو هذا ما اذكر شنب زيه ما في شنب زيه بس قلت يلا بعدين قام يشكك ويشكك وهو اللي لقى وينه قلت يا اخي من هو الاسطورة هاذا من هو في الاخير الجاه بينه قلت صراحة اللي اول ما طلع راس رينر وكذا شافه ارمن انا وقف قلب قلت ارمن بس انطلق عليه الوعج ليباي ليباي طبع ما كان موجود في السيديان فايتين يسوي شي مع العمالقة يعني داخله طاقة وعارف انتش بتسوي وعارف خطأ ميكاسة اللي صار ما عطاه فرصة ما قال السلام عليكم ما في وقت السلام عليكم ما قال اليوم ما في وقت سقولك يو شافه يعني انت كدا قاعد ليش ليباي لانت متعود يعني اعني اصرف مع ابراهيم اصرف مع ماجد ما رضت دبانا ما رح أقول ماجد تاو ما رضت دبانا نطقها ولا ما نطقها توقفيها دبانا حانتخذ قوانا ما فيه لا ارادية متسوي يدك كدا لا ارادية هذا لا ارادية سوي تنق ينطلق عليه وله مثل كده يعني السقر السقر وعطاه مفروض أنه يموت هيا أساسا العقل الباطن عندنا في اللحظة هذه العقلك الوعي ما استوعب ما يستوعب لعقلك الباطن لما أصيب ضربه هذه قال عقل الباطن نبومك شطاق نبومك شطاق قال حتى العقل الباطن ما استوعب يعني أنا قاعد أقتل هذا قاعد أخطط على هذا كده شنه لا ويوم طقه كده جرب السيف ثاني قال يلا عشان لا تمام انحر الاحار والله بس التصلب السريع الداخلي ما كان موجود هذا قدرة جديدة يعني اللي باي يقول هل هذه قدرة جديدة احنا غفلين عنها ولا شيء ولا المشروب الأسود انا اقول لكم قد يكون لهدف هذا الشخص يزع قدرات ويطور هل هنا بتطلع العناصر اللي قلت لكم رياح ماء وهو شيء خاص يعني مو شيء عام في جميع العمالقة هذا فور شور وهذا الأكيد يعني أساسا انت راحت رينر عيونه فقد الوعي الفترة وعندين رجع مرة ثاني ايه وتحول بس لي باي انا كنت اقول ثم طبعا مباشرة أخطأ لا ما أخطأ فعلا كان معطيه ضربة كذا ضربة كذا يعني أنا مسوي لك إذا أنت عندك عقل قصيت لك بلس قصيت الأكس قصيت الواي قصيت الأحبال اللي عندك كلها ما في مجال لكنه علقات لي باي استطعنا لكن ما استطعنا هذا اللي صار بالنسبة لي باي هنا تحوش ما بتحوش تحول تحول ايه تحول وتوحش توحش رينر إلى شكل مجنون هذا ويظهر العملاق القرد ويولع لك كل شراغيات الحلقة شرقيات ليها اللي لديها العاب نارية .. و قتوا في صفحة الحلقة كأنك اح票 انا قلت Avان سراحة انا قلت هذه اللي توقعتيت أنا لا توقعت مشكلة اشراعا الخويات سورته يومير هذه اللي توقعت لكن سنرح العمالقة من بكل certains غير به لا حد لحين لا حد لحين لم يستوع على ما شعل ... بس نعمل العملاق perspectives قرية عم كوني هنا كانوا مختفين وايقظهم من العدم خلاهم يتوحشون كلهم التناسق هذا وكلهم بف مرة واحدة لكنهم من الجنة تولع وهو قاعد يشعلهم بهالطريقة ارى انه لو اقول العملاق المحول عنده قدرة للتحكم في قدراتك كعملاق يخمدها بس بشطة انه هو اللي يكون الاساس يعني هو اللي معطيك يعني ما عدو يا خير هذه كلمة قالها رينر على الجدار قال احنا دائما السببت ان احنا ما نعرف شنة قدرات العمالقة للعسف الى الان ما احنا بقاعدين ان نفهم كامل قدرات العمالقة عندنا جهل عليها كثير فلياذا سوي كل مرة they caught us off guard يعني دائما يصطدوننا اريد ان اقولها عامل رينر مات عيدة كل الكلجات اطلعت كلها اطلعت ارمن قالها على الجدار نحس مخلق ارمن على الجدار كان يقول ذا الكلام ان كل الدستفانتج اللي عندنا النقاط وضعف اللي عندنا والتفوق اللي عند العمالقة ضد ان احنا ما نعرف شين قدراتهم دائما يصدوننا يعني على حين يغر يقدرون فينا يعني بشي احنا ما كنا متوقعين زي ما صار مثلا مع صار خطة بص غابة خطة ارون سميث كانت ارون سميث كانت يعني بيرفكت على حسب المعلومات اللي عندهم طبعا هنا تغيرت موازين اللعبة في نهاية الحلقة طبعا خلالا اتكلمكم من حلقة التحريك الجميل صوتيات الجميلة روعة بي سوف ارت اوه يا الله بي سوف ارت والله فراسم والدقة والتعامل مع المشاهد المضلمة تحريك الموسيقى كل شي كان فيها حل شي واحد صراحا النهاية النهاية كانت تكسيرها هي سبب قصرها انها راح وقت طويل في انهم يسوون ملخص طيب قلولي اسوي حلقة في القناة ملخص حقا اشاقة تكون تايت انو لا تقتلوني كده لا بس صراحة استمتعت استمتعت في يعني وجبة دسمة والله وجبة دسمة لا لا هي وجبة حلقة بس اقول دسمة خلنا حبايب عشان لا نخسر بعض نص بخاري ربع بخاري لا لا يعني موش انها كاملة يعني وجبة دسمة بس كل يوم تاكن شوية موش كل اسبوب تاكن شوية منها بس خاصة علموا ان انتظر اسبوع الجاي راح يكون لنا اشياء اكثر برجع لصورة الكتاب اللي جابه بحولها فنفي اكثر قد تعود نظريات التاكن تاكن تايتن للمرسم هذا من الكتاب بشوفها بس رجال لا حد يرسل لي نظريات عن الكتاب ولا حد يرسل لي اساطير عن التاكن تاكن تايتن ما راح اقراها بعطيك اقنور لا تزع مني لا تسلي نظريات لا عن الكتاب ولا عن الحلقة انا ببتح الاساطير وبنتزع من مخي بدون تدخلات خارجية خلونا نستمتع في هذا الجزء خلونا انبسط عشان تشوفهم ردة الفعل في في اللايف ريكشن لما اجا اتفاجأ انا بالحاجات اللي انا شوفها قدامي هنا في انا ستبتنا عشان كنا نتابعينها بسم بالله يا اخي شي 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 لا يوصف صراحة فخلونا نستمتع تستمتعوا معنا اكثر واهم حاجة ريهان محمد على اتاكن تايتن لا يخيب لا يخيب يا جمهور الانمي يا جمهور الهجوم العمالقة راهن عليكم لعلامة التعجب هنا ستلقى رابطنا انطبوع المباشر الاتاكن تايتن ابيه يوصل الاتاكن تايتن انا مواهن على الاتاكن تايتن حققوا ريهاني نعم هذا اهم عندي يوصل الاتاكن لان هذا ما في حقوق ما حسولنا عليه مشاكل حتى هذا يوصل الاتاكن ابي ادخل الاتاكن تايتن لانا مواهن علي ضد وضد مارفل ادي بقولون انبالغ بس شفتوا الحلقة الاولى ما يحتاجها كامل يعني تاباقي عشرة حلقات تسع 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 تكفي تكفي هامد تسع ركز معي ركز معي انا غلطه اللي قلت لك تسع تسع اختم اختم تسع على كل ان كذا تكونوا نهاية هذا الانطباع اتمنى ان اعجابكم وفي النهاية يقولوا معي سبحانك الله وبحمدك اشهد اللي اعلانت استغفرك وعطو بريك لا تزول الاشتراك بالقناة اللايك وشير ونشوفكم على خير اشهد 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 اشتركوا في القناة